لم تجف الأراضي الفلسطينية من دماء أبنائها الشهداء إذ شيعت جماهير غفيرة جثمان الشاب عبدالرح فايز غنام 36 عاما والذي ارتقى شهيدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية ببلدة عقبا في طوباس بعد اقتحام منزله ومحاصرة وإطلاق الرصاص الحي والمعدنية المغلف بالمطاط ما أدى لإصابة أربعة شبان آخرين ليسقط غنام شهيدا وفي نابلس اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين بعد اقتحامها حي المساكن الشعبي شرق المدينة كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دير عمار غرب رامالله وسط الضفة الغربية واشتبكت مع المقاومين من جهة ثانية تتواصل معاناة المواطنين في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس بسبب اعتداءات المستوطنين على أراضيهم وممتلكاتهم ويعاقت وصولهم إليها بهدف ترحيلهم منها لصالح التوسع الاستيطاني هذه الأرض جميحة يعني جميحة له البلدنا وهنا دائما نرعى ومنحصد ومنحرص ودائما نعيشين هنا السن العام من قبل حوالي أربع خمس شهور بطلوا أجهان حطوا المستوطين على رأس الجبل هنا وبطلوا خلونا لا نصرح ولا نحرص ولا نيجة عن منطقها وكان أكثر من خمسة وأربعين ألف فلسطيني قد أدوا صلاة الجمحة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة وما داخلها في القدس المحتلة واقتضت صاحات المسجد وباحاته بالمصلين الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وداخل أراضي ثمانية وأربعين وكالعادة كانت قد انتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنحت العشرات منهم من دخول المسجد ولكنها فشلت ترجمة نانسي قنقر